اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مع زملائكم واصدقائكم وان تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا الضغط على زر الاعجاب مطارد كورونا كشفت صحيفة بوليثيكو ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب عين المغربية منصف سلاوي رئيسا للفريق الطبي الذي سيتولى الاشراف على بحث لقاح ضد فيروس كورونا قبل نهاية السنة الجارية واوردت الصحيفة الخبر اعتمادا على مصادر متعددة شيرة الى ان منصف سلاوي الذي شغل صابقا منصب رئيس لقسم اللقاحات في شركة جلاسجو سميث كلين هو الذي سيتولى رئاسة الفريق الطبي الذي سيعينه البيت الابيض لمواجهة الوباء العالمي فيروس كورونا او كوفيد تسعة عشر وسيتولى منصف سلاوي رئاسة الفريق الموسعي الذي سيشمل كل من وزارات الصحة والمصالح الاجتماعية للبحث عن اللقاح المناسب ضد فيروس كورونا وكان فريق من البيت الابيض على رأسه وزير الصحة قد اجرى مقابلات مع العديد من المرشحين ولكن الرأي استقر في آخر المطاف على منصف سلاوي ويبلغ سلاوي من العمر واحد وستين عاما وولد في المغرب بتاريخ سبعة وعشرون يوليوز تسعة وخمسون تسعم 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 مئات وألف وهو باحث وخبير مغربي في علم المناعة وهو الآن يساهمه فريق بحث لتطوير لقاح لدى كورونا درس السلاوي بالمغرب إلى حدود الباكالورية وغادر إلى فرنسا لدراسة الطب لكنه استقر ببلجيكا حيث درس البيولوجيا حصل على دكتوراه في علم المناعة استقر بالبلجيكا لمدة سبع وعشرين سنة حيث تزوج برفيقة دربه والتي كانت تشتغل باحثة خبيرة في الفيروسات وهي التي اكتشفت لقاحا ضد فيروس ظهر في سنوات الثمانينات وكان يهاجم الأبقار شبيه بفيروس نقص المناعة لدى البشر غادر مرسف سلاوي بلجيكا برفقة زوجته نحو الولايات المتحدة الأمريكية للتدريس في جامعة هارفرد ببوستون وقد ساهم في أبحاث علمية كثيرة أصفرت عن لقاحات متعددة وعين مسؤولا عن البحث العلمي في شركة أمريكية عملاقة حيث أشرف على تطوير أربع وعشرين لقاحا من ما بين 2011 و2016 تطوير أشرف على تطوير تطوير أشرف على تطوير أشرف